الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستظيم صراط الذين نعمت عليهم وير الموضوع عليهم والضالين كل من يرزقكم من السماء والأرض أن من يملك السماء والعبصاء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبرهم فسيقولون الله فقل فنا تتبون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إن الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كريمة ربك على الذين فسبوا أنهم لا يؤمنون كل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده كل من شركائكم من يهدين الحق كل من يهدين الحق وإن يهدد عن ما لا يهده إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتدع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى كنفتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتوا من دون الله إن كنتم صادمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يحتيهم تغويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريعون مما أعمل ونبريع مما تعملون ومنهم من يسمعون إليك أفأنت تسمع السنة ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهته للعمل ولو كانوا لا يرسلون الله أكبر إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يغبثوا إلا ساعة من النهر ليتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بالعقاء الله وما كانوا مهتديا وإما نرينك بعض الذين عدهم أولة وفينك فإلينا مرجعون ثم الله شهيد على ما يفعلون وليقول لئمة الرسول فإذا جاء رسولهم وضيبينهم بالقس وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعج إن كنتم صادقين كن لا أملك لنفسي ضر ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة هجل إذا جاجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستغذرون ولأرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذنكوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه ولي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين ولو أن بكل نفس ظلمت ما في الأرض أختدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حقهم ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في السدون فهده ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحدادا قل الله أبن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله بل هو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شد وما تفد منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شرودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مدقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أردنا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا الذين أملوا وكانوا يتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يعزنوا فقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من ذون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهر وصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الوني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وإن الذين يختارون على الله الكذب لا يفحون متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعون ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبا نوع من إذ قال لقومي يا قومي إذا كان كبر عليكم مقامي وتذكيلي بآيات الله فعلى الله توكلتك أجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه من معه في الخلك واجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عالمة المنظرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتفتنا عما وجدنا عليه أبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اغتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى هلكم أنتم ملكون فلما غلقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحك الله الحق بكلماته ونوكلها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتدهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى آل قومكما بمصر بيوتا وجعله يمتقن قبلته وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأوادا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا طرس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد وجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعني سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجلوده باويا وعدوا حتى إذا أدركه وغارقه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بل هو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ندجيك ببزنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَلْنَا الْغَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَوَأَ السَّلَقٍ وَرَزَقَ لَهُمْ مِنَ طَيِّبَاتِ فَلَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا يَنْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قابلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآية الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم فلولا كانت كرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلحين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن ذا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن القوم لا يؤمنون فأني أن نتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فأن نتظروا إني معكم من المنتظرين ثم لنجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا لنجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأؤمنت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ماذا ينفعك ولا يذرك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسزك الله بدور فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الوطول الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن عليكم بوكيل وانتبع ما يوحى إليك واصر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر أرف لا مرات كتاب محكمت آياته ثم خصلت من لدن حكيم خبير ألا تعودوا إلا الله إنني لكم منه نذير ونشير وأن استوفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى جريم مسمى ويبتق الذي يفضل خضهم وإن تولوا فإني يخاف عليكم على يوم كبير إلى الله ورجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون سدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم من ذات السدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستغدعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة نيام وكان عرشه على الملائل يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم والعذاب إلا أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مسروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزمون ولئن أضقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور ولئن أضقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن هر السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عمل الصالحات أولئك أهم مغفرة مواجع كبير فلعلنك تاركم بعد ما يحاديك وضعيكم به صدرك فإن يكونوا دولا منزل عليه كنز أو جلال معه منك إنما أنا تنذيرهم الله على كل شيء وقيم أم يقولون افتررا كن فأتوا بعشر سوال مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إذاه فأنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها لوفيرهم أعمالهم فيها ومن فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن أظهر ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويربونها يوجبهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء إضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أنهم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا لوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملو الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلاه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بازي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه ماذا إن أجري إلا عرضا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجعلون ويا قوم من ينصرني من الله إن وطرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزلي عينكم إني يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا فأتنا بما تعجنا إن كنت من الصادقين قال إنما يبتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتروا قل إذا افتريتوا فعلي إجرامي ونبريهم مما تجرمون أوحي إلى الموحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبترس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيونا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سفروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت ولقل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه قال ومن آمن وما آمن معه إلا قدير وقال ركب فيها باسم الله مجرها روسا إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجنك الجبال ولا تنوح لبنه وكان في معزنه يا بني اركب معاه ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابن عيمات ويا السماء أقلعي فغضي ظلم وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعتا للقوم الظالمين ونادى نوحا ربه فقال ربي إن بني من أهله وإن وعدك الحق ولم تحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل الغير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين قيل يا نوح احبط بصلاة مننا وبركات عليك وعلاب من 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 معك ومن سنمتعهم ثم يرسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء لغير نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر من العقبة للمتقين الله وإذا عزنا خمودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله فطرا فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم من رارة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرين قالوا يا مود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إذن اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بني مما تشركون من دوني فقيدوني جميعا ثم لا تنذروا إني تركت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من أصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي كوم غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آملوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادنا نجحتوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمرك لجبال العين وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد القوم وإذا ثموا أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا من قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على غينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله العصيته فما تزيدون لي غير تقسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا لا تكون في أرض الله ولا تمسوها بسمو فيأخذكم عذاب قليل فعقلها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جامرنا تجينا الصالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذت الذين ظلموا الصحة فأصبحوا في ديانهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله أكبر ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبثا جاء بعجل حني فلما رأى أيديهم لا تسل إليه نكرهم وجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وقف وامرأته قائمة فضحقت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا أولتا أعلوان عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنهم حميد مجيب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت كل بشرى يجادلنا في قوم الوق إن إبراهيم لحليم أواهم منير يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت وصلنا لوطا نصير بهم وضاك بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يحرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم نترى لكم فاتقوا الله ولا تخزون في طيف أليس ملكم رجل رشيد قال لقد علمت مدنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم كوة أو واضي إلى ركن شديد قال يا رب قال يا نوت إن رسول ربك لن يسل إليك فأصر يحلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه وعدهم الصبح عليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافنا وأمطرنا عليها حجارة من سجين ممبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله وإلى ودينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكان والميزان إنه أراكم بخير وإني خرف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقس ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثم في الأرض مفسرين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قال يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعرض آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على غيلة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن مخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم دوط منكم ببعيد وستغفروا ربكم ثم تنغوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفكر كثيرا مما تقود وإنا لنراك فينا بعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحت عز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلموا من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود الله ولكل أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بإسر ورد المغرود وأتبعوا في هذه دعنته ويوم القيامة بإسر رفد المغرود ذلك ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من ذول الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تدبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لا يتذي ونخاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لعجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وصعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يعيد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تكو في برية مما يعبد هابلان ما يعبدون إلا كما يعبد آباهم من قبل وإنا لهم أفوهم نصيبهم غير من قوس الله أكبر ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريم وإن كلا لما لي وفينهم ربك عمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمعت ومن تام معك ولا تترون إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من الأولياء ثم لا تنصر من وأقل الصلاة طرف إن نار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله وكبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلوا ما أجرف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليحلق القرى بظل وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلاقون وتمت كلمة ربك لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل أن نفس عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ومعدة وذكرى للمؤمنين وكل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الهمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر شكرا